السلام عليكم يا مساء الخير والرضا والبركة على كل المتابعين اكلنا بالمصري النهاردة هعمل معاكم بسكوتي نافذ بسكوتي العشر دقايق اللي لقلب الدنيا بقاله فترة كبيرة البسكوتي بتاعت النهاردة دي مقدرها بسيطة وطرقتها بسيطة اوي فعلا مش هتاخد خمس دقايق يمكن اقل كمان يعني من اول ما هنحضر لحد ما نشكل لحد ما نسوي مش هنكمل نصف ساعة وهيطلع ممتاز طعم بارمشة طحفة يلا بينا نسمي اللي نصلي على الرسول ونشوف الطريقة بتاعتنا واول حاجة هحتاجها في المقادير بيضة بنحتاج لبيضة كاملة وهنحط معاها معلقتين كبار من السكر البدرة وهنحط يعني نص معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة لو عندك اللي هي الاكياس حطي كثين بعد كده هنجيب المضرب السلك اليدوي ونبتدي نضرب البيض مع السكر لحد ما يختلطه كويس اوي طريقة بتاعت النهار ده سهل اوي والمكونات بسيطة وما فيش وقت مفيش مجهود الطريقة دي انا شفتها في قناة وعجبتني اوي حبيت ان انا ننفذها واشوف النتيجة بتاعتها بس بصراحة طلعي الطحفة بحتاج بعد كده المكعب من الزبدة اي انا هسياحه بس كده هفك شوية بس مش عايزة يسخن المقدار بتاع المكعب ده وهو سيح عملي معلقتين كبار بس كده هم دول اللي انا احتاجتهم فبعد ما ضربت البيض والسكر كويس نزلت بقى الزبدة السايحة وقلبت تاني هنحتاج ايه بقى بعد كده هنحتاج لكباية دقيقة هي كباية واحدة بس يبقى المقدير بتاعت النهار ده بيضة معلقتين سكر بودرة اه رشة فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا وكباية دقيقة ومعلقة كبيرة من النشا ومعلقة صغيرة من الباوضر وهنحط رشة ملح في الاخر ادي كل المكونات بص قد هي قليلة هو بسيطة وطبعا متاحة عندنا كلنا يعني ادخلي كده عقراتي في المطبخ هتطلعي كل الحاجات دي لو ما عنديكيش الزبدة تقدري تستخدمي معلقتين من السمن اي نوع سمن عندك طيب ما فيش ولا زبدة ولا سمن ممكن نستخدم الزيت بس طبعا الزبدة بتدي طعم احلى بكتير تمام طيب هنا انا خلط العجينة معايا تقيلة انا مش عايزها تقيلة فببتدي هنا ازود باقي ايه اه معلقتين حليب كل المقدار اللي معايا هو ربع كباية بس بس انا هنزل بمعلقتين معلقتين كده لحد ما العجينة معايا تبقى السيلة بس متماسكة الى حد ما لان احنا هنشكلها بكيس الحلواني يعني مش هنحتاج العجينة تقوم قوية لان مش هنحتاج ولا الطاعة ولا مكنة ولا نشكلها يعني اه بشكل قوي كده لأ هي هتبقى عجينة سيلة وهنحطها في الكيس وهنشكلها زي ما شفتوها في اول الفيديو بالزبط فانا كل ما بحط معلقتين بلاقي الدقيق احتاج تاني على فكرة انواعي دي تختلف عشان كده انا منزلتش بالربع كباية كلها فانا كل اللي احتاجته حوالي اه ست معالق من الحليب او سبعة ممكن على فكرة تحتاجي ستة وتحتاجي خمسة او تحتاجي تمانية حسب نوع الدقيق فحاولي تنزلي بمعلقتين معلقتين لحد ما قوام العجينة هيبقى بالشكل ده يعني آآ ما برفعه كده بينزل معي بس متماسك الى حد ما بنجيب بقى كيس الحلواني ما عندي كيس كيس حلواني هدي كيس التلاجة العادي وده طبعا عندنا كلنا ونبتدي نحط خليط البسكوت او عجينة البسكوت في الكيس وهنعمل فتحة صغيرة قوي علشان زي ما شفتو برضو آآ ان احنا هنشكله آآ بشكل بسيط كده يعني هننزله زي الخط الرفيعة فمش عايزين طبعا فتحة كبيرة جبت الصينية وجبت ورق الزبدة وببتدي ان انا ادهينه كده بمسحة بسيطة من الزيت وهوريكي دلوقتي الصينية اللي عليها البسكوت آآ واحنا فرشين ورق زبدة والصينية اللي عليها البسكوت من غير ورق زبدة ونشوف التسوية انهي تسوية فيهم احسن يعني انا حبيت ان انا اعمل اتنين علشان لو انت ما عندي كيش آآ كل الامكانيات دي او كل المكونات او موجودة في البيت تقدر تتصرفي بشكل تاني وتشوف النتيجة معاية في البداية آآ ببتدي انزل هنا بقى بالخليط كده خيط رفيع ويبلفه على شكل حلازون كده يعني مش عايزين الحجم يكون كبير قوي ونسيب مسافة ما بين البسكوتة والتانية علشان هي آآ هي مش هتفرش قوي بس برضو آآ بتزيد حاجة بسيطة تمام فالتشكيل هنا سهل قوي 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 مش هياخد غير دقايق لو كيس التلاج اللي هتستعمليه برضو فتحة صغيرة وتبتدي آآ تشكل بنفس الطريقة دي يبقى احنا حضرنا البسكوتة والله يعني مش هتاخد غير دقيقتين تقريبا آآ في تحضير العجينة بتاعت البسكوت وفي التشكيل هنا ما كملتش انا تلات دقايق يعني من اولها الاخير هكده اخدت خمس دقايق واول ما ابتديت ان انا اشكل البسكوت على الصينية آآ شغلت الفرن على درجة حرارة مية وتمانين علشان الفرن يكون جاهز مجرد ما نخلص نسوي على طول انا خلصت الصينية الاولى ولسه معايا شوية من آآ عجينة البسكوت في الكيس فجبت الصينية التانية ده هنتهى بقى فرشة زيت من غير آآ ورق زبدة وبرضو هشكل بنفس الطريقة لان مش كل الناس عندها ورق زبدة فتقدر برضو تشوف التسوية هتطلع عاملة ازاي آآ هنا برضو انا شكلت زي ما انتم شايفين كده بطريقة بسيطة قوي وخلصت الصينيتين والفرن عندي سخن حطيت الصينيتين على الرافل في النص والنار شغالة من تحت بس وبيقعد معايا ربع ساعة بس بصوا هو اول ما بيدخل كده بعد خمس ست دقايق ببتدي ينتفخ كده وياخد الحجم المدور ده آآ انا طلعت البسكوت بعد خمستاشر دقيقة بالزبط وبصوا هنا بقى التسوية البسكوتة الا على الصينية اللي فيها ورق الزبدة آآ باشيلها بتتشال على طول يعني آآ مش لازق خالص البسكوتة التانية بقى حسيت ان هي مسكة شوي بس مجرد بس ما زقتها بحاجة كده يعني لو انسي بحرف السكينة زقتي هتطلع معاك وهتطلع مقرمشها بالشكل ده هي بتفرش حاجة بسيطة قوي والحروف بتاعتها بتاخد لون دهبي في الاول لان الحروف طبعا بتبقى رفيعة شوية عن القلب بتاع البسكوتة فبعد عشر دقايق تبصي على البسكوت لان لو الفرن عندك حامي قوي هتستوي بسرعة لكن التسوية كلها بتقعد ربع ساعة وبيطلع بالنتيجة الممتازة دي بسكوتة خفيفة قوي مقرمشة وطعمها لذيذ جدا ومن الحاجات اللي تقدر تحط لها آآ صصات او تحط لها شوكولاتة يعني الطعم مميز قوي وينفع معاك اي صصات الطريقة سهلة قوي بسيطة والشكل ممتاز والطعم ممتاز واتمنى فعلا تجربيها وان شاء الله لما هتجربيها هتعجبك جدا جدا وهتعمليها في اي مناسبة عندك ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطيلي لايك والسلام عليكم ورحمة الله